قام سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارة تفاقدية إلى سوق المنامة القديم بمعية فريق العمل المشكل من عدة جهات معنية حيث تأتي هذه الزيارة ضمن توصيات اللجنة الأمنية التي تشمل خطة موسعة لتضمين اشتراطات الأمن والسلامة بسوق المنامة التفاصيل في التقرير التالي أطلق سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة حملة تهدف إلى التأكد والتوعية بضرورة استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة في المحلات التجارية وذلك خلال زيارة تفقدية إلى سوق المنامة القديم شملت 160 مطعما ومحلا بسوق المنامة وذلك بمعية فريق العمل المشكل من عدة جهات معنية وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تحقيقا للأهداف المشتركة للمحافظة والجهات ذات العلاقة للوقاية من المخاطر عبر الرقابة والتوعية والتوجيه والإرشاد حيث تأتي هذه الزيارة ضمن توصيات اللجنة الأمنية التي تشمل خطة موسعة لتضمين اشتراطات الأمن والسلامة في سوق المنامة كما تم أثناء الزيارة تحديد عدة نقاط في المناطق التي يصعب وصول معدات وأليات الدفاع المدني إليها من أجل وضع صهار جمائن للتعامل السريعي في حال نشوب حرائق نقوم بحملة تفتيشية نبدأ في المطاعم اللي يمكن فوق عددها الـ 160 مطعم ونتأكد من أن التزامهم باشتراطات السلامة والأمن وجود طفايات الحريق طبعا الدفاع المدني هو الشريك والصحة وأيضا الأمانة بحيث أن يتم التفتيش عليها والتأكد بالفعل تم تبدأ في الحملة هذه واكتشفنا كثير من المخالفين والآن قاعدين نتخذ الإجراءات بحيث أن نصحح أوضاع هذه المحلة وتهدف الحملة إلى نشر وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة المحلات التجارية ومرتدي الأسواق لتصل إلى مرحلة تكون فيها ثقافة للأفراد وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تشمل زيارات التفقدية إلى السوق من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر متطلبات الأمن والسلهمة أهمية الموضوع أن أولا إذا كانت المطاعم صغيرة ومحشورة في داخل السوق فلو الشب لا سمح الله حريق سيشتعل هذا الحريق في بقية السوق الواجب علينا أن نتأكد أنهم ملتزمين بكل الأمور السلامة في مطاعمهم كذلك من جانب الصحة نحن يهمنا جدا أن نكون المطاعم في مستوى عالي ومطابق لمتطلبات الصحة فهذا الأمر كذلك في غاية الأهمية وخلال الجولة التفقدية تم التأكد من ضرورة وضع الجهات المعنية خطة متكاملة للمحلات التجارية في سوق المنامة بهدف التأكد من توفر الإجراءات والاحتياطات الوقائية لتوفير بيئة محصنة من مصادر المخاطر وأمنة لأصحاب المحلات ومرتدي الأسواق وذلك من خلال اعتماد المعايير الدولية في الأمن والسلامة والتحقق من الإجراءات المتبعة من قبل أصحاب المحلات التجارية حفاظا على الأرواح والممتلكات من الحوادث